موسيقى السلام عليكم يتزايد الجدل بشأن ظروف تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا وبينما دع المجلس الأعلى للدولة إلى تأجيلها طالب أعضاء في الملتقى السياسي طالب الأمم المتحدة بالتدخل لمنع عرقلة الانتخابات في الوقت الذي اقترح المجلس الأعلى للدولة الليبي تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى شباط فبراير المقبل ضمن مبادرة سياسية للخروج مما أسمى حالة الانسداد السياسي وفي ضوء ذلك نطرح التساؤلات الآتية هل أن المؤشرات الحالية تؤكد أن الاستمرار في العملية الانتخابية في ظل غياب أي ضوابط دستورية أو قانونية منظمة لإدارة المرحلة سيعصف بالعملية السياسية كيف ينظر إلى الدورة الزمنية لمجلس النواب والرئاسة والتي تمتد إلى أربع سنوات من تأريخ انتخابهم ولدورة واحدة غير قابلة للتجديد هل سينجح أو ستنجح مطالبة أعضاء في الملتقى السياسي الليبي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالتدخل لتصحيح مسار العملية السياسية وإنفاذ خريطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل هل أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشاملة سيساهم في الخروج من دوامة الانتقال السياسي التي طال أمدها هذه المحاور وغيرها سنبحثها في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع والذي يحمل عنوان الانتخابات الليبية على فوهة بركان الخلافات مع ضيفينا سيكون معنا في الستوديو الأستاذ محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني الليبي العام أستاذ محمد مرحبا بكم أهلا بكم ومن طرابلس عبر سكايب عبدالقادر حويلة عضو المجلس الأعلى للدولة وعضو المجلس السياسي الليبي أستاذ عبدالقادر مرحبا بكم أهلا بك وأهلا بضيفك كريم محمد مرغم وأهلا بمشاهدي قناة الرابدي حياك الله مشاهدين الكرام وقبل البدء في محاور برنامجنا نتابع وإياكم هذا التقرير أجواء التوتر والجدل تسود ليبيا وسط مطالبات بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها في الرابع والعشرين من كانون الأول الجاري بينما تنشط دعوات أخرى لتأجيلها جراء استمرار الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية وتدخل الغرب بدعم بعض الجهات رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قال إن سبب حالة الانسداد التي وصلت إليها العملية الانتخابية هو القوانين الصادرة من رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء الذي أصدر لوائح مخالفة للتشريعات المنظمة لعمل المجلس وفق تعبيره فيما عرض المجلس الأعلى للدولة مبادرة تدعو لتأجيل الانتخابات وإجرائها في شباط المقبل وأن تكون ولاية الرئيس ومجلس النواب أربع سنوات لدورة واحدة غير قابلة للتجديد رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب الليبي طالب أعضاء المجلس والمفوضية العليا للانتخابات بتحمل مسؤولياتهما والإعلان عن عدم القدرة على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد فيما سلمت مفوضية الانتخابات تقريرا إلى مجلس النواب تضمن العوائق والصعوبات القانونية والفنية التي تواجه إجراء الانتخابات بالمقابل فإن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز تسابق الزمن لإجراء الانتخابات بينما قالت مجلة فوريين بوليسي الأمريكية إن الانتخابات المتسرعة في ليبيا لن تجلب السلام وأن هوس الأمم المتحدة بهذه الانتخابات على حساب القضايا الحقيقية في البلاد يجعل الصراع وعدم الاستقرار أكثر احتمالا أما المجلس الرئاسي الليبي فقد شدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر فيما قال المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل يان جوبش إن إجراء الانتخابات الليبية في موعدها أمر بالغ الأهمية للشروع في بناء الدولة ويبدو أن خيار تأجيل الانتخابات في ليبيا بات يلوح في الأفق مع تواتر تصريحات مسؤولين ليبيين عن صعوبة الالتزام بموعد الرابع والعشرين من كانون الأول الجاري لتنظيم الاقتراع الرئاسي في حين تبذل الأمم المتحدة مساعيها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد إذا المشاهدين الكرام نناقش في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب الانتخابات الليبية على فوهة بركان الخلافات أبدأ معكم أستاذ محمد لنبدأ من المجلس الأعلى للدولة دعا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى شهر شباط فبراير المقبل وذلك بحسب وصفه أنها مبادرة سياسية للخروج مما وصفه بحالة الانسداد السياسي ما مدى أهمية تأجيل الانتخابات أستاذ محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم أحييك وأحيي مشاهديك الكرام والسيد الضيف من طرابلس عبد قدر حوالي نعم هو لازم من فهم الوضع السياسي في ليبيا اليوم كيف أنت تحكم على انتخابات أو غير انتخابات منذ توقيع الصخيرات استلمت البعتة الأممية السلطة السيادية العليا في ليبيا جميل البعتة هي التي عينت رئيس الحكومة السابق السراج نعم وهي التي عزلته والبعتة التي كونت برلمانا مصغرا من 75 عضو منهم السيدة حويلي هم اللي انتخبوا الحكومة الأخيرة انتقت بمعرفتها 75 عضو مواطن ليبي دون أي صفة تمثيلية يمثلون الشعب الليبي في هذا فما يدلك على أن السلطة السيادي العليا في ليبيا اليوم ليست في يد الشعب ولا في يد ممثلي الشعب طيب الآن ماذا تفعل هذه السلطة السيادي العليا البعتة ومن ورائها المتنفدين في ما يسمى بالمجتمع الدولي هي غابة دولية الحقيقة اللي يسعى إليه هذا الكيان المسيطر وممسك بزمام الأمور هو إعادة ليبيا إلى نظام ديكتاتوري طاغوتي بدليل أنهم يسكتون على كل الجرائم التي يرتكبها حفتر علانية يقتل للناس في الشوارع وفي الميادين قتل أعضاء من مجلس النواب السهام سرقي واليان وشكوك كثيرة تضحهم حول قتل فرج أحد على ضالة ينتقد الهجوم على طرابلس هذا العنصر ومسيطر على حوالي ثلثي البلاد من حيث المساحة وإن كان أغلبية السكان ليست معه ليست تحت سيطرته لكن ثلثي البلاد بما فيها الموارد النفطية والمواني النفطية الآن هذه السيطرة العسكرية من شخص لا يؤمن بديمقراطية ولا يؤمن بانتخابات ويدعمونه ويزكونه ويستمعون إليه ويحسبونه في كل مائدة حوار يقبلون به الكافر بالديمقراطية الكافر بأي دين لا يجوز له أن يشارك في أي مرسل من شعائر هذا الدين هذا كافر بالديمقراطية هذا غير مؤمن بالوسائل الديمقراطية كيف يسمح له بالانتظام والمشاركة في العملية الانتخابية يعني هجوم على طرابلس وتدميره للبنية التحتية وقصفها للكلية العسكرية شباب في طبور المساء المستشفيات الميدانية مركز هجرة يا راجل غير ناس لاجئين قصفهم وقتل منهم العشرات هذا يعني كيف ما سبب سكوت هذه السلطة عليه إلا أنه واضح أنه يريدون إيصاله لأن يمسك البلاد بدلا من القدفي نسخة أخرى من القدفي وبالتالي مسألة الانتخابات هدية في ضل هذه الأوضاع غير مجدية إطلاقا هي ستعطي شرعية لمثل هذا المشروع الاستبدادي الطاغوتي اللي بيعكس اتجاه وهدف الشعب الليبي عندما قام بثورته ضد القدفي وضحها في سبيلها بالذهاب أستاذ محمد دعني أستعير منك جملتكم الأخيرة أستاذ عبدالقادر حويلي يعني ما جدوى إجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر الحالي يعني إذا كانت ليبيا غير مهيئة سياسيا لإجراء هذه الانتخابات ما جدوى ذلك إذن بسم الله والسلامة والسلامة والرسول الله مجددا نرحب بكم مرة أخرى وظيف كريم السيد محمد مرغم والمشاهدي قناة الرافدين طبعا الحقيقة لا جدوى لأي انتخابات ما لم تكن هناك اتفاق على أساس لهذه الانتخابات وتكون هناك مصالحة سياسية ومصالحة مجتمعية للقبول بناء تاج الانتخابات الانتخابات ليست هدف الانتخابات وسيلة للاستقرار وبالوضعية الحالية أنا أرى بالظروف الحالية أن الانتخابات ستؤدي إلى عدم الاستقرار حتى هذه اللحظة ليبيا أصبحت غير ناضجة بعد أن فقدنا البوصلة كانت هناك فرصة في الحقيقة 2012-2013 أو 2011-2013 بداية 2013-2013 كانت هناك فرصة لو أنه تم إقرار مشروع دستور أو الرجوع إلى دستور المملكة وتنقيحه وتعديله كانت الفرص أفضل حاليا هناك تشضي كبير لا أعتقد أن هناك إمكانية لإجراء الانتخابات نحن قررنا هذه الانتخابات في الملتقى الحوار السياسي في 24 نوفمبر 2020 ولم نتفق على القوانين والأساس الدستوري لهذه الانتخابات ضيعنا سنة كاملة لم نتفق حتى مبادرة مجلس الأعلى للدولة وهي مبادرة اعتمدها المجلس الأعلى للدولة وأنا صوت ضد هذه المبادرة لأنني على يقين أن المبادرة ما لم يتم الاتفاق على قوانين إجراء الانتخابات عبت حتى التاريخ الذي وضعه في فبراير 2022 لا أعتقد أن الظروف الحالية مهيئة أن نصل إلى هذا الاتفاق ونستطيع أن نجري انتخابات يعني انتخابات أصبحت في مهب الريح ربما لسنة أو سنتين أخرى حتى ينضج الحوار السياسي والحل المصالحة السياسية والمصالحة المجتمعية طيب أستاذ محمد يعني أستاذ عبد القادر يقول لابد من وجود أولى المصالحة والانتخابات التي ستجري سواء في ديسمبر أو فبراير يعني مدعاة لنوع من العبث السياسي تعتقد أن مسألة الاستمرار في موضوع الانتخابات في ظل غياب أي ضواب الدستورية أو قانونية منظمة لإدارة المرحلة تعتقد أنها ستعصف بالعملية السياسية في ليبيا يقين أن هذه لا يوجد أي قاعدة مرجعية ترجع إليها هذه الانتخابات وليس هناك هم يتخطوا الآن البلد ذهبت في طريق الاستقرار وفي طريق إنشاء نظام دستوري وانتخبت هيئة تأسيسية انتخاب مباشر من الشعب وصاغت مشروع دستور والإعلان الدستوري ينص على أنه لما تكمل الهيئة التأسيسية صياغة مشروع الدستور يعرض على الاستفتاء جميل الآن أربع سنوات مشروع الدستور جاهز ومجلس النواب الذي أصدر القانون رقم واحدة لشأن انتخابات الرئاسية هو الذي يعرقل مسألة الاستفتاء هو الذي يرفض إجراء الاستفتاء يعني أستاذ محمد أنتم تفضلون أن تجرى انتخابات نيابية وبعدها الرئاسية لا لا هو الظروف كلها يعني ليست ظروف انتخابات مدام حفتر الميليشياوي أو الإرهابي حفتر طيب أم سيطر على حوالي ثلثي البلاد مساحة وتحت كتلة كبيرة وإن كانت ليست أغلبية من السكان لا يستطيعون أن يعارضوه ولا يستطيعون أن يعبروا عن رأيهم الانتخابات تفترض أن الناس أحرار في آرائهم ويتنافسون بكل حرية هذه الضروف في المناطق التي تحت حفتر غير متوفرة هذا الظرف وبالتالي الليبيين لابد قدامهم مشروع تحرير البلاد مرة أخرى البلد احتلت من قبل الثورة المضادة المعارضة للمشروع الديمقراطي لمشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي يتداول فيها على السلطة سلميا ويعبر فيها المواطن عن رأيه بكل حرية هذه الآن البلد حوالي ثلثيها تحت سيطرة سلطة غير مؤمنة بهذا المشروع وتعارضه وتحاربه وحاولت الاستلاع على العاصمة بقوة السلاح واستمرت الحرب على العاصمة أكثر من سنة كيف أنت تتصور أن تجري انتخابات في ظل هذه الأوضاع طالما أنت هذا المشروع الاستبدادي العسكري الدموي التخريبي لم تستطع أن تقضي عليه ما هو البديل أستاذ محمد؟ يعني إذا كنتم تعارضون إجراء الانتخابات ما هو البديل لتنظيم ليبيا كدولة؟ البديل هو أن المناطق المحررة من خارج سلطان حفتر التي يمارس فيها الناس والأحرام هم الناس يهربون من حفتر والذين أيدوا حفتر في هجومه على طرابلس جاءوا وأعلنوا تشكيل أحزاب في العاصمة التي أيدوا الهجوم عليها ولم يمسهم أحد يعني فيه مجال الحرية هذه المنطقة هي التي ممكن أن تكون مثل ألمانيا الغربية يعني تجرى فيها انتخابات وتشكل فيها حكومة ويمارس فيها ويظل مشروع تحرير بقية البلاد لظروف أخرى دولية يعني يضعف فيها المحور الذي يساند حفتر وتتحرر بقية البلاد أما تجري انتخابات وهو مسيطر بقوة السلاح ومسيطر على هو هدد حتى باكتساح الصناديق باللسانة يعني مش بافتراء عليه والله بتسريبات باللسانة قال نحن مستعدين نضم الصناديق الاقتراع في ليلة يسمي ميليشيات الجيش فيعني الظروف غير مواتية إطلاقا للانتخابات الانتخابات ممكن أن تجري في المنطقة الغربية المتحررة من سلطان حفتر ويتداول فيها وتبقى بقية البلاد إلى أن تتبدل الظروف الدولية والإقليمية ويضعف المحور المعادلة للتورة الليبية والمساند لحفتر ويحصل توحيد البلاد سيد عبدالقادر حويلي يعني مشاكل كثيرة تعصب ليبيا هناك ظروف غير مواتية كما تفضلتم غير مواتية لإجراء الانتخابات سواء النيابية أو البرلمانية هل تفضلون حكومة إنقاذ وطني لإدارة هذه المرحلة الانتقالية مثلا هل تميلون إلى هذا الرأي أستاذ عبدالقادر هو الحقيقة نحن مللنا من الحكومات الانتقالية والحكومات المعقة اللاسب التي يعني يشوبها الكثير من الفساد نتيجة لعدم وجود إطار دستوري ورقابي يتابع هذه الحكومات كما تعلمون إن المجلس النواب انتقل إلى طبرق وأصبح المجتمع الدولي يعترف به هو السلطة التشريعية وهي السلطة الرقابية ونحن بقينا في المنطقة الغربية إلا أن بعد تم الانتفاق السياسي ورجعت بعض السلطات التشريعية للمنطقة الغربية بدأت ولكن حقيقة أرى أن يجب أن يكون هناك دور كبير للمجتمع والمؤسسات المجتمع المدني في عملية المصالحة السياسية في إجراء على الأقل إجراء انتخابات برلمانية بعد أن يعد القانون المعيب الذي أعده مزنواب القانون الذي أعده مزنواب لا يبشر بخير للانتخابات البرلمانية وهو انتخابات على الطريقة الفردية سينتج لنا نسخة أخرى من مجلس النواب الحالي أو أسوأ من المجلس النواب الحالي بالأحرى وأيضا يعني يمنع الأعزاب من تكوين القوائم وهذا يشل العمل يجب تصحيح قانون الانتخاب بحيث أن تكون هناك قوائم للأحزاب وتكون هناك قوائم للفرادة وبعدها وبعدها نتجه إلى تشكيل حكومة في إطار تشكيل نفس على نابط الانتخابات المؤتمر وضع النعام ونعود بالعملية لتصحيح المسار والضغط على المجتمع الدولي والضغط على المفوضية العليل للانتخابات برفع قضايا جنائية ضد المفوضية العليل للانتخابات بتعطيلها الاستفتاء على الدستور الاستفتاء على الدستور صدر قانون رقم 6 لسنة 2018 بالاستفتاء ولكن نتيجة لعدم التوافق عليه في المجلس الأعلى ومجلس النواب أوقف المجلس الأعلى للدولة هذا القانون وطلب تعديلات معينة وقام مجلس النواب بتعديلات بالقانون رقم 1 ل2019 ولم يعترض المجلس على الدولة على المفوضية العليا أن تقوم بتنفيذ هذا القانون سوف نضغط في المرحلة القادمة سواء بعملية المؤسسات المجتمع المدني والمعتصمين أمام المفوضية بالاتجاه إلى الإجتماع على البسور أو عن طريق القضاء الجنائي بتفعيل المادة 234 جنائية التي تقول أن أي موظف عام ويعتبر المجلس إدارة المفوضية موظفون عامون يتقاعص في تنفيذ القوانين والأحكام القضائية يعاقب بالحبس أو يوفص من عمله وهذا سنتفع به في الأيام القادمة بعد 24 ديسمبر وهو الذي ربما يحرك الماء الراكد في توحيد مؤسسات الدولة من ناحية الدستورية أستاذ محمد كما تفضل أستاذ عبدالقادر حويلي طالب أعضاف الملتقى السياسي الليبي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش بالتدخل وذلك من أجل تصحيح مسار العملية السياسية وبالتالي إنفاذ خريطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل هل يعول الليبيون على المجتمع الدولي في حل قضاياهم؟ والله هو للأسف أنهم لم يعد أمام الليبيين إلا مطالبة واستجداء الأمين العام للأمم المتحدة مبعوتته مستشارة الأمين ماذا قالت بالأمس؟ نعم قالت كلمة يجب أن يحس الليبيين يعني كل الليبيين يجب أن يتوروا من أجلها طيب قالت مهمتنا في ليبيا قيادة المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية طيب يعني إذا كان مستشارة الأمين العام ستقود المسارات ستقود يعني ما دور الليبيين؟ أين مكان الليبيين؟ وبعدين موضوع الانتخابات وموضوع القوانين اللي يحكي لها الأستاذ نحن ليس يعني المشكلة الأولية هي العصى التي ستنفذ القانون أنت ما عندكش طيب يعني جزء كبير من البلاد خارس سيطرت الحكومة التي يعترف بها العالم الحكومة ممنوعة من أن تجتمع في بنغازي أو في درنة أو في المناطق التي سيطر عليها حفتر وحاولت أن هي تجتمع ورفضت أن تستقبل هناك ورفض من القوات المسيطرة على حفتر أي انتخابات تستطيع أن تجريها يعني أي حل آخر حتى أنت تطالب بقانون ولا تطالب بمحاسبة من اللي بيحاسب وكيف بتحاسب نعم إذا لم يكن القانون تستطيع أن تجبر القانون قواعد قانونية ملزمة كيف ملزمة؟ ملزمة لأن فيه جزاء على مخالفتها هل تستطيع أن توقع الجزاء على من يخالف؟ أو الفساد مستشري وهو الناس تقتل في الشوارع؟ هل يستطيع أحد أن يحاسب حفتر اليوم على اختفاء النائبة في البرلمان سيهم سيرجيوة؟ نعم ولا قتل المحامية في الميدان وعلى رؤوس الأشهاد حنان البرصي؟ ولا قتل النايب فرج بوهاشم تذكرت اسم الآن؟ نعم من يستطيع؟ القتل والإعدامات في الشوارع أمام محمود الورفلي الذي قتل كان يعدم الناس في الشوارع على طريقة داعش يصفهم هكذا ويلبسهم نفس اللباس الأحمر ويطلق الرصاص على رؤوسهم مثل ما يجري في العراق على طريقة داعش من نفس الأسلوب فهذه ظروف لا يجدي فيها أنك أنت تطالب بانتخابات ولا تطالب وبعدين المجتمع الدولي الذي تطالبه يرى هذه الأشياء إلى الآن لم يطلب حفتر أمام الجنائية الدولية رغم أن ليبيا الآن داخلها بمقتضى قرارات مجلس الأمن يعني مختصة للجنائية الدولية بالجرائم التي تجري في ليبيا ويعجز عنها القضاء الليبي القضاء الليبي هل يستطيع أن يحاسب حفتر؟ لم ترفع أي قضية ضد طولبة الرجل الثاني في تنظيم حفتر وعندما عرف حفتر أن هذا سيكون مفتاح وباب لأنه يطالب اغتيل في مغازي وقطع الطريق أمام الوصول إلى حفتر يعني المسائل لازم أن ننخشها من جدرها كيف أنت دير قانون أحسن قانون جيب القانون السويسري ولا القانون الأمريكي ولا أي قانون لا تستطيع أن تحل أي مشكلة ولا أبسط مشكلة سيد عبد القادر هناك مبادرة دعني أقرأها لكم هذه المبادرة تدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية تزامنا مع الانتخابات النيابية ولكن على أن تكون الدورة الزمنية لمجلس النواب والرئاسة أربع سنوات من تاريخ انتخابهم ولدورة واحدة غير قابلة للتجديد تعتقد أن هذه النقطة إيجابية بالنسبة للشعب الليبي؟ هو فقط تعقيب على دور المجتمع الدولي قبل أن نجيبك على هذا السؤال المجتمع الدولي يوم حفتر هجم على طرابس أربعة أربعة كان من كثيرش في طرابس بدلا من كثيرش يذهب وبدلا من أن يدين هذا الاعتداء ذهب إلى حفتر في الرجمة يعني هذا أبسط مثال على الدول الليبيين يعو أن لا حل لهم عن طريق المجتمع الدولي إلا عن طريق أنفسهم محاولة إيجاد حلول خارج الصندوق والتفكير فيما بينهم أما بخصوص دولة أمريكا حفتر يحمل الجنسية الأمريكية وحاليا يحاكم في الولايات المتحدة على جرائم التي ارتكبها في جنوب طرابلس ولكن القضاء الأمريكي تم التعجيل للترافع والحكم في القضية كانت على وشك أن يتم حز القضية للنضق بالحكم ورأينا أن القضاء أجل إلى ما بعد الانتخابات الليبية للأسف محاولة الإيجاد ممكن ربما أن حفتر يتم انتخابه رئيس لليبيا ويتحصل على الحسانة وبذلك لا يحاكم على الجرائم التي ارتكبها في ليبيا بكرهم أنه مواطن أمريكي يعني هذه الأشياء كلها تدل على أن المجتمع الدوني لا أمان فيه ولا يعني المنطقة الحوار السياسي 75 في الفترة الأخيرة طالبوا الأمين العام المتحدة ومجلس الأمن التمديد الاستفاني لإنهاء الحملية السياسية ورأينا أنه تم عدم الاستماع لهذه النصيحة وتم تغيير استفاني وتم قتل منطقة الحوار السياسي ولم يستطع أن ينجز شيء وأيضا على حسب خارط طريق يستطيع 25 عضو منطقة الحوار السياسي الدعوة في حالة هناك خارط في خارط طريق حاولوا على مرتين تقدم أكثر من 60 عضو الـ 75 لإجراء الدعوة لمنطقة الحوار السياسي ولكن للأسف لم يستمع إليه أحد وحاليا طالبوا على حسب تقريره وكم سمعته الذي ذكرتمه أنهم طالبوا الأمم المتحدة بالإنقاد العملية السياسية في ديبيا ولم يستمع إليه إذن المجتمع الدولي لا نعبأ عليه ولا لن يحلنا الإشكالية وأيضا الفكرة لإجراء انتخابات لدورة برلمانية واحدة على أي أساس وما هو التشريع وما هو القانون التي ستجري عليه الانتخابات يجب أن نتفق على الأساس الدستوري والقانوني وتجرى أي انتخابات بعدها سواء حتى دائما باستمرار لماذا هذا التعطيل وهذا التعجيل يعني الحقيقة هذه المبادرة ولدت ميتة ما لم يتم هناك اتفاق على آلية لإيجاد إطار دستوري لاستبتاع للدستور قاعدة دستورية متفق عليها قوانين متفق عليها لن نستطيع أن نجري أي انتخابات لن تكون هناك أي انتخابات في ليبيا ما لم نتفق على الإساس الدستوري والأساس القانوني سيد محمد المبادرة هناك مبادرة أيضا تدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية بنظام القائمة من رئيس ونائبين ورئيس حكومة لماذا نائبين للرئيس المتعرف عليه هو نائب واحد أو حتى بدون نائب هل هذه مقدمة لديكتاتورية جديدة في ليبيا لا هو يعني يحاولوا أنهم يبعدوا شبهة الدكتاتورية بإيجاد كمجلس رئاسي يعني مكوم من ثلاثة أو نائبين لكن هذه أيضا يعني أصلا هي مسائل دستورية هذه أنت مش مسألة انتخاب طيب يعني كون يكون فيه رئيس ونائبين أو نائب واحد وصلاحيات الرئيس وصلاحيات نوابة وكذا هذه مسائل يخاض فيها عند مناقشة سلطة الرئاسة ماذا تملك ومما تتكون نعم عضويا رئيس واحد أو ثلاثة أو ثنين أو أربعة وصلاحيات هذه السلطة هذه مسألة يعني تحتاج إلى جدل الآن احنا عندنا حل احنا عندنا مشروع دستور طيب صوتت عليه الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليب وبأغلبية أكثر من الثلاثين وفيها صلاحيات الرئيس وفيها مما تكون جهاز الرئاسة وفيها سلطة تشريعية وفيها سلطة قضائية يعني متكامل هذا مشروع متكامل عندنا عليه ملاحظات نعم ولا يمكن أن كنت تجد عملا بشريا مكتملا ترضى عليه يعني فلكن لماذا يعطل هذا لماذا يعطل لأن الأرض مش تحتك مش تحت الراغبين غير مهيئة الأرض ليست تحتك الأرض جزء منها كثير تحت الحفتر طيب والبرلمان ورئاسته تحت حفتر أيضا والقانون الذي صاغوه الانتخابات الرئاسية مصوغ صياغة أفصالة على مقاس حفتر يعني بالصنطي بالملي فكيف تجري انتخابات وكيف أنت حتى تقترح هذه مسائل الآن يجب أولا أن نحرر ليبيا من ربقة المجتمع الدولي وحكاية السيفاني هذه المهمتها قيادة الوحدة يجب أن يقف ويجب أن يجتمعوا الليبيون توار فبراير والأنصار المشروع الديمقراطي يجب أن يتفقوا ويتحدوا الآن نحن متشضيين عسكريا متشضيين هو حفتر القوة الوحيدة هناك ولهذا فارض نفسه ولا يستطيع صوتا أن يعارضه في المناطق أننا نحن الآن صحيح حرية ونقول ما نشاء لكن فيه توابط وفيه أشياء تجمعنا فيه مشروع ويجب أن نقتنع بي إذا كان لم يرغب فيه الناس يجب أن نسلمني من يرغب الناس أما نقعد كل واحد كل رئيس ميليشيا هو بمثابة رئيس دولة ينادي عليه المبعوث الدولي يمشي قابلة ينادي عليه السفير يمشي قابلة البلد ما فيها السلطة أين سيادة الدولة لا سيادة في ذلك المبعوث الدولي يتصل بقادة الميليشيا كيف يعني ويتصل بالبلديات نفس الذي عندنا عندنا في العراق يعني جينير بلاس خارط موثلة الأمير العام الممتحدة يعني تلتقي بقادة ميليشيات وكان الحكم لديهم ما يوين در الحكومة هذه المبعوث الأممي والسفراء هذو لا يتصلوا بأحد إلا عن طريق وزارة الخارجية نعم لا يجوز أن يتجاوزوا السلطة اللي يقولوا نحن يمعترفين بها ثم يكذبوا علينا ويقولوا نحن هاي سلطة وشرعية وحكومة واحد وفي الأخير هم أول من ينتهكوا سيادة هذه الحكومة نعم أستاذ عبدالقادر أردت سؤالكم هل هناك فسحة لتزوير الانتخابات وكيف تتوقعون نسبة المشاركة سأسمع الإجابة ولكن دعوني أذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم ترجمة نانسي قنقر على مدار القمر نايل سات أهلا بكم من جديد نناقش في هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب الانتخابات الليبية على فوهة بركان الخلافات أستاذ عبدالقادر كما تعرفون شكل مجلس النواب الليبي لجنة من خمسة أعضاء وذلك من أجل التواصل مع مفوضية الانتخابات من أجل رصد العراقيل أمام الاستحقاق المقرر انطلاقه في الرابع والعشرين من ديسمبر الحالي هل من الوارد تزوير الانتخابات وكيف تتوقعون نسبة المشاركة هو الحقيقة نسبة المشاركة ربما تكون أكثر من المشاركة في انتخابات المجلس النواب في 2014 لأن هذه أول مرة في ليبيا تحدث انتخابات رئاسية وهناك التسجيل حالياً 2 مليون ونص استلموا البطاقات الانتخابية طبعاً اللجنة التي شكلها مجلس النواب تعتبر لجنة مخالفة للقانون لأن هناك فصل في السلطات سلطة تشريعية مجلس النواب يصدر التشريع سلطة تنفيذية تستلم القانون وتضع اللائحة التنفيذية له وتنفذ القانون سلطة قضائية تراقب العملية على حسب القانون واللائحة التنفيذية لا تدخل أثناء المرحلة أثناء تنفيذ العملية لا دورة لمجلس النواب يعني دائل الفوضية العلية مستقلة عن جميع الأسهام مع ذا التعامل مع الحكومة في مجال التأمين في مجال الصحة في مجال الأشياء الأخرى أم الأعمال اللوجستية فقط الباقي حتى الإعلان على تأجيل انتخابات يجب المفوضية هي التي تعلن تأجيل انتخابات أو وزارة العدل أو وزارة الصحة في حالة أنها كطرف خارج بخصوص التزوير لا التزوير هذا الانتخابات الحالية لا يعني هذا خوفنا من إجرائها أنها نحن نعلم أن المتمرد خليب حطر ليس لديه حضور حتى في المناطق الشرقية التي يسيطر عليها ولكن الأمر أصبح واضح وجلي يعني نحن في القانون السيء هذا اللي يصدره مجلس النواب العسكريين نحن نرفض تدخل العسكر في عملية انتخابية القانون هذا يسمح للعسكريين وأعطاه أوامر لكل عسكري يريد أن يأخذ مرتبه يجب أن يحضر البتاقة الانتخابية لكي يستلم مرتبه وأيضا أعطى أوامر لمراقبي التعليم في المناطق التي يسيطر عليها بتغيير مراقبي التعليم وتغيير مدراء المدارس بحكم أن المدارس ستكون مراكز اختراع ورئيس ومدير المدرسة سيكون هو رئيس المركز الاختراع وتغيير مدراء المدارس لناس مواليين لحزب إن شاءوا سمع حزب الكرام إذن العملية واضحة وجلية بدأ هناك أسعار لبيع البتاقة الانتخابية وصل في المنطقة الشرقية ألفين دينار في المنطقة الجنوبية الغربية ألف وخمسمائة دينار للبتاقة كيف ستدخل هذه البتاقات إلى الصناديق من سيؤمن الصناديق في تلك المنطقة خاصة أن الحكومة حاولت إرسال قوة إلى الجنوب لتأمين الجنوب ودعم مدريات الأم في الجنوب وتم إرجعها من المتمرد خليفة حفصة والقوات المسيطرة على المنطقة الجنوب الغربية إذن التزوير واضح ولا مجال لمراقبته حاليا هناك في نيبيا سيكون هناك ألفين مركز اختراع يعني أربعة ألاف محطة انتخابية تحتاج إلى جيش هائل من المراقبين يعني في حدود عشرين ألف مراقب سواء محلي أو دولي المراقبين الدوليين سيكونون من المدن التي بها فنادة لن يكونوا في الضواحي والأرياف التي التزوير فيها على عينك يتاجر يعني الحقيقة يعني أنا أذكر أن أحد المترشئين لمسجلس نوا قال لي بالحرف الواحد اتصل به مدير مركز في الـ 2014 وقال له أن الغياب كثير المواطنين عزفوا على الحضور إذا أردت أن أذمع لك أصوات تدفع لي خمسة وعشرين دينار على الصوت الواحد من تلك الفترة كانت زهيدة خفتة عالية بالألاف دينارات حاليا لبيع البتاقات الانتخابية والتزوير هذا الذي نخافه أيضا السجل الانتخابي عليه علامات استفهام كبيرة جدا هناك أرقام وطنية كثيرة مزورة فهذه الأشياء لم تحل حتى هذه اللحظة والوقت الذي أتيح لا ينتج انتخابات عادلة لا أقول انتخابات نزيهة أو انتخابات شفافة أو انتخابات ذات نصداقية ولكن الانتخابات العادلة العدل الوقت الذي تستطيع فيه تطعم في السجل الانتخابي لم يتح لنا تدقب في السجل الانتخابي لم يعرض القوائم إلا عندما بدأنا القوائح الانتخابية تعرض عندما تعلن المفوضية غلق السجل الانتخابي مباشرة يوم الثاني تعرض في المراكز الانتخابية بحيث المواطنين يستطيعون أن يطلعوا هذه القوائم ويضعنوا إذا كان هناك يعرفون أشخاص مزورين أو أشخاص عندهم أقام وطني أو أشخاص مستخدمين يعني في ناس توفقوا انتقلوا إلى رحمة الله صدرت لهم بطاقات انتخابية طيب أستاذ محمد هل أن الانتخابات الليبية يعني سواء أجريت في ديسمبر أو فبراير المقبل تعتقد أنها ستنهي التدخلات الأجنبية وتكون هناك سيادة حقيقية للدولة يعني نتيجتها إذا كانت شفافة وعادلة ويتمكن الشعب من انتخاب نوابه ومن يعني من يمثله ومن يرغب فيه ويستطيع أن يحاسبه هكذا يفترض الانتخابات تأتي بشخص مسؤول أمام الشعب طيب وينفد ما يصلح يعني مصالح الشعب ويحقق مصالح الأمة نعم لكن كل الظروف هذه الحديث يعني حدثك عن يعني مدى من التزوير مهول غير مسبوك طيب آلاف البطاقات والآلاف الأرقام الوطنية المزورة والوهمية والمدراء المدارس الذين سيكونون مدراء للمراكز الاقتراع يتم تغييرهم يعني ماذا تتوقع من انتخابات كهذه يعني لا يمكن أن تحقق أدنى استقرار في البلاد ولا يمكن أن تحقق هدفها ولن تأتي سلطة إلا لخدمة المشروع المشروع الذي يهدف إليه حفتر هم سيدفع بعبيده بأزلامه وهم الذين سيكونون يعني يتقدمون قوايم الاقتراع وهذه الرئاسية في المناطق التي يسيطر عليها حفتر مستحيل أن تخرج نتيجة يعني مخالفة لحفتر رغم أن حفتر نعرف أنه مكروه اليوم ويقابض على البلد يقابض على المناطق بقوة السلاح وبالتهديد وبالحديد والنار وبالاعتقالات وبالتكميم الأفواه ولا يمكن أن تتكلم عن حفتر إلا بأن تقول سيدي المشير هناك فكيف سيكون المواطن يستطيع في ليبيا هل هناك عسكرة المجتمع الآن يمارس خاصة في المناطق التي يسيطر عليها خليفة حفتر حفتر الآن يعني ليس هناك أي سلطة لسلطة مدنية البلديات نزع العمداء البلديات المنتخبين منتخبين انتخاب يعني قبل أن يسيطر على البلد ووضع في مكانهم ضباط في الجيش يعني هذه الإدارة العسكرية يعني حتى يعني يمشي بالأمر هذا العميد الجديد اللي حطه مش حينفذ أي حاجة عنا في المنطقة الغربية وفي العاصمة الآن أمستن كنت أشوف يعني في مؤتمر صحفي لوزير الإدارة الحكم المحلي نعم وتكلم عن موضوع الإرادات المحلية وتفعيل قانون الإرادات المحلية ويعني البلديات ستستقل بميزانياتها لكن هذا كله في ظروف الحرية في ظروف الناس المجلس البلدي المنتخب من الشعب من شعب المحلة أو شعب البلدية ويستطيع أن يسائله ويحاسبه لكن تحت حفتر لا تستطيع أن تتكلم أصلا عن حقوقك لا تستطيع أن تتكلم عن شخص اعتقل من عائلتك لا تستطيع ولا تستطيع أن تطالب بالفرج عنه ولا تستطيع أن تسأل حتى عن مكان تواجده ولا مصير يعني العسكرة تحت حفتر هذا مشروع هو مشروع عسكرة البلاد لكن هذا ناجح فيه في المناطق التي يسيطر عليها والمجتمع الدولي للأسف هذا هو لازم الليبيين أن يتحرروا من حكاية سيطرة المجتمع الدولي وتوجيه المجتمع الدولي ويجب عليهم الحكومة والمؤسسات أن يطلبوا من البعتة الدولية مغادرة البلاد ويعقدوا مؤتمرات حوار بينهم لجميع شرائح المجتمع وجميع فئاته وعمال وطلاب ومحامين وعندنا نخبة نستطيع أن نجلس مع بعضنا ونضع مشروع لإخراج البلاد من مأزقها لكن هذا كله لن يتم إلا في المناطق المحررة من سلطان الطواغيت حفتر وعسكرة مشروع العسكرة أستاذ عبد القادر المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل يان كوبيتش قال بالحرف الواحد أن إجراء الانتخابات الليبية في موعدها هو أمر بالغ الأهمية للشروع في بناء الدولة هناك اهتمام المجتمع الدولي هناك اهتمام نوعا ما بالإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد لكن كيف تقيمون موقف الجامعة العربية من هذه الانتخابات الكثير يعني حتى الدول العربية يعني تبعث باللوم والعتاب على موقف الجامعة العربية أنتم كيف تقيمون موقف الجامعة العربية من هذه الانتخابات جامعة العربية والله فيه مثل يقول أذكره الحاليا تنادي ولا حياته لمن تنادي الحقيقة جامعة الدول العربية للأسف جامعة الدول العربية طبعاً زي ما تعلمون أن القضية من 2011 عندما تار الشعب الليبي ضد منظومة الاستبداد وحكم الفرد في 2011 لم تستطع الجامعة العربية أن تعمل شيء حولت القضية للمجتمع الدولي والمجلس الأمن الدولي وانتهى دور جامعة الدول العربية بل في بعض دول تقوم بالقوى المضادة التي أفشلت الربيع العربي في بعض الدول وتحاول إفشاله في ليبيا فما زالت ليبيا تقاتل من أجل استرداد تورتها والسيطرة وتصحيح مسار تورتها وجامعة الدول العربية سيء مسلط على على الدول بعض الدول العربية الدول التي تملك المال والدول التي بيها المقر هي التي تسيطر على جامعة الدول العربية ولا نرى منها أي شيء ولا أعتقد أنها ستستطيع أن تقوم بعمل أي شيء هذه جامعة انتهاء دورها الحقيقة يعني ضيعت الدول العربية وضيعت حتى القضية الفلسطينية أستاذ عبدالقادر في سؤال الأخير لا حضرت قبل مغادرتك لنا ما هي أولى المهمات الأساسية لمجلس النواب المنتخب في حال طبعا أجريت الانتخابات في موعدها يعني في أي إطار يتم الانطلاق والتحرك لإصلاح ليبيا كدولة نحن نتمنى أن نجري الانتخابات في إطار دستوري ونستفتع للدستور وإذا أجريت الانتخابات بقاعدة دستورية أو قوانين متفق عليها فيجب أن أول أولويات التي هي الاستفتاع للدستور لكن هذا بعد أن ينتخل طبعا عارف أن المجلس نواب المنتخب الجديد سيجلس وسيختار رئاسته وسيقوم باختيار السلطة التنفيذية التي تعمل إمارته وأيضا يبدأ في الاستفتاء على الدستور اللي أفترض فيه من الدورة البرلمانية الأولى هي إنهاء الاستحقاق الدستوري إذا لم يتم الإجراء الاستحقاق الدستوري قبل الانتخابات وغيرا ذلك يستمر العملية لأولويات موجودة والخطط موجودة الحقيقة بالنسبة لخطط تعسيس وبناء الدولة إذا أنجزنا الدستور كل الأمور هذه في مجلس تخطيط الوطني في الحكومة في وزارة تخطيط كل هذه الخطط موجودة لبناء الدولة لسنة 2040 موجودة هذه الخطط يستطيع السلطة التنفيذية ومجلس نواب القادم أن يبدأ العمل مباشرة عن ضريقة هذه الخطط موجودة نعم من طرابلوس عبر سكايب الأستاذ عبد القادر حويلي عضو المجلس الأعلى للدولة وعضو المجلس السياسي الليبي كنت معنا عبر سكايب شكرا جزيلا لانضمامك إلينا أستاذ محمد بدقيقتين هل سينعم الليبيون بمواردهم الطبيعية هل ستنتهي الحروب ونزاعات الداخلية إذا ما نجحت الانتخابات هو مؤشرات نجاح الانتخابات يعني لا توجد أي مؤشر حتى لإجراء الانتخابات نعم وحتى يتم السؤال عن مدى نجاحها والكلام اللي قالتها فورن بوليسي الانتخابات المتسرعة لن تحقق الاستقرار هذا هو الواقع هذا هو التوصيف حقيقي لوضع البلاد لا يعني الانتخابات حتى تكون منتجة وتحقق الاستقرار لابد أن تكون عادلة وفقا لقوانين عادلة ولازم أن تكون شفافة ونزيها حتى تخرج الناس يعني يقتنع حتى نخصر في الانتخابات نعرف أن المواطن ما مصوت ليش مش لأنه في حد دخل لمركز الاقتراع وغير النتيجة طيب سيد محمد من هو المرشح الأوفر حظا دبيبة مثلا والله الآن شعبية دبيبة يعني تقدر تقول فوق المعدل المعتاد يعني هو الأكثر الأوفر حظا وسيف الإسلام باعتبار سيف الإسلام الشعب الليبي مر بتجربة حكم به وكان هو جزء من في الفترة الأخيرة يعني نعم جزء من النظام السابق ولا أعتقد أن غالبية الشعب الليبي سوف يكون له أنصار بالتأكيد عقيلة صالح ومن قبيلته ومن أنصار النظام السابق لكن هؤلاء لا يشكلون ثقلا سكانيا كبيرا عقيلة صالح لا عقيلة صالح أولا هو في المناطق اللي مسيطر على حفتر سيكون حمدين صباحي لليبيا سيكون المحلل فقط يعني مش هيكون منافس لحفتر النتيجة حفتر في مناطق تعتقد أنه سيفوز في المناطق التي يسيطر عليها لن يكون هناك صوت لغير حفتر إلا تحلة القسم إلا التحليل المنافس بحيث أنه يظهر هناك منافسين لكن الثقل السكاني وأغلبية السكان في المناطق الغربية وهؤلاء يعني كانوا يسمعون بجرائم حفتر في المنطقة الشرقية وبنغازي ودرنا والتدمير والقتل ولاحدة رأوه عيانا في جنوب طرابلس وكاد أن يحتل العاصمة ولا أعتقد أن المنطقة الغربية سيكون له حظ فيها يستطيع أن يوصله إلى الرئاسة أنا شكرك نعم تفضل لكن زي ما قالك القوائم القوائم الناخبين نعم والتزوير ممكن يكون مدخل أرقام وقوائم للناخبين وانت ما تقدرش تحكم مسألة مسألة نسبة السكان يعني المصوطين من عدم المصوطين هذه صعب السيطرة عليها وبالتالي ممكن تكون رأوه عنده أرقام مهولة وستكون أصوات تحسب له أصوات في المنطقة الشرقية ترجحه أنا جدا أشكرك أستاذ محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني شكرا جزيلا لحضوركم هنا في قناة الرافدين شكرا جزيلا وشكر موصول لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة